عن مدام المغرب يطالب ويقول عن قضية الصحراء هي قضية المملكة اللولة وعن هالمنظار تخرص به الاستثمار وعلاقاتها الخارجية البوليساري فعلا ناشى لطاحة بالمملكة المغربية بأي طرق السلام عليكم الإخوان حياكم الله معكم أخذيكم علي بريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم سمعنا أخوتي في بداية الفيديو هاد المقطع الصوتي هاد السليب الصوتي واحد من البوليساري اش كيقول كيسمع شو تيقول مهما ان المغرب المملكة المغربية كيقصد متبتة بقضية الصحراء وتيقول له انها قضيتنا اللولة احنا البوليساريو غنطيحه الملكية ورا غادين في طريق غادين في اسقاط الملكية في المغرب هاد الشيخوتي غنحله وغنصبعه كذلك تسريب كامل في آخر الفيديو هاد الشخص اش كيقول وشنو ناوي وشنو المقصود وشنو تفكير وعقلية البوليساريو هاد السؤال الاخوان علاش البوليسارو عند الاهداف دياله باش يطيحه الملكية واسقاط الملكية وحتى الجزائريين والنظام الجزائري كارهين ملكية والاحلام ديالهم اهداف ديالهم على ان الملكية تطيح في المغرب يعود المغرب الجمهورية علاش علاش بالضبط ولكن هات السؤال غنجوب عليه ان شاء الله بعد ما نطرحوا واحد السؤال علينا في اسنا علاش هي الصحراء المغربية علاش احنا المغاربة متشبتين مغربية الصحراء علاش المغاربة من صغيرهم حتى كبيرهم عندهم قادية الصحراء هي قادية مقدسة الرقم واحد في المغرب وعند عقلية المغاربة وسؤال تاني اللي عررتو به هات السؤال وبالاسئلة تنين علاش البوليزاريو اختاروا هات السحراء يأسوا في هات دولة علاش البوليزاريو قد طالب بهات السحراء المغربية اللي يسموها صحراء غربية اللي هي مستعمرة اسبانية علاش ما يطالبوش بقلميم والطهنطان واسر الزاك والسي دي اي فني وحتى هات المناطق الصحراويه كيسكنوا صحراويين علاش علاش في نظاركم علاش غانجوبو على هات السؤال الخر علاش البوليزاريو فقط كتطالب بالسحراء المغربية وما كتطالبش بقلميم والطهنطان واسر الزاك والسي دي اي فني رغم انهم كيسكنوا صحراويين واراضي صحراوية ونفس العائلة والقابائل اللي كينا في قلميم اللي كينا في طهنطان اللي كينا في اسر الزاك اللي كينا في سي دي اي فني هي نفس القابائل اللي كينا في العيون والداخلة وبوجدور والسمارة علاش بالضبط الخوت بوليزاريو في الأول و الأخير راكبه على متسميه الخرائط الموروطة على الاستعمار بمعنى الخوت شمال المغرب ما كنت تكلمش على الريف وطانجا شمال المغرب الرباط الداربيضة كازا جديدة جرادة قلميم طانطان أسازاك سيدي إيفني هذو استعمارتهم فرنسا جنوب المغرب العيون الداخل بوجدور السمارة هذو استعماراتهم إسبانيا واحد القانون خرجوه الغرب وفرضوه على الدول الإفريقية قالوا لي هم خرائط الموروطة على الاستعمار بمعنى أي دولة مستعمرة أي احتلال إسباني ولا فرنسي ولا إنجليزي ولا بورتغالي ولا هولندي استعمروا واحد الأرض في إيفريقية من اللي غيخرجها هذو الاستعمار يخرج منها هذو الأرض اللي استعمراتها إسبانيا استوفوها دولة علاش علاش بالضبط هذو المفهوم وله هذو القانون دي الخرائط الموروطة على الاستعمار احنا المغاربة ما كنطابقش علينا ممنوعا قبلوا بأصلا هذا ما شيء قرآن جل من السمق هذا ما شيء قالوا الرباني احنا مندخلنا الاستعمار من اللي جل الاستعمار الفرسي والإسباني وقبلوا الإنجليزي والبرتغالي جبرنا دولة قائمة دولة قائمة عدنا مؤسسات قديمة عريقة مؤسسة المخزن المخزن من أقدم المؤسسات في العالم مؤسسة قائمة دولة قائمة عدنا أقدم جامعة في العالم عدنا أقدم بنك في العالم دولة قائمة يعني الخرائط الموروطة على الاستعمار نقدوا نطبقوا على الجزيرة نطبقوا على عدة دول إفريقية ولكن ما نطبقش على المغرب والمغاربة كرامتهم وهيبتهم وشرفهم ما عمرهم يطلب يقبلوا بذ خارقة الموروطة على الاستعمار حتى وإن إسبانيا استعمرت الصحراء ما نسمحوش فيها دولة لأن الصحراء لينا الصحراء في ملكنا شمل مغرب الريف اللي استعمرته إسبانيا اليوم مغربي تحت السيادة المغربية وإذنون استعمرته إسبانيا اليوم مغربي هذا الشيء ما نسمحوش بيه إحنا مغرب وما عمرهم قبلوا بي إحنا ضد هذا القانون إحنا ضد الاستعمار استعمار ليس جاء الأفريقية جابش يبارككم ويخرجكم من الدل إسبانيا وفرنسا والاستعمار كابل جابش ينهب خيرات أفريقية ويذل الشعوب الأفريقية وينهب ترواتها ويغتاسب نسائها حتى المغربة عموم ما تقبلوش بهد القانون دي الخرائط الموروطة على الاستعمار ممنوع نهائيا لأننا دولة قائمة قبل الاستعمار الفرنسي والإسباني زيادة على ذلك نجوبوا على السؤال الثاني علش هي صحراء مغربية؟ علش احنا المغربة ما نقبلوش بهد القانون دي الخرائط الموروطة على الاستعمار؟ علش علش؟ أصلاً الصحراء سكانها الأصليين هم الأمازيغ ودخلوا لها الصحراويين اللي أنا واحد منهم دخلوا لها كروحن قبيلة الصحراوي تقدر اليوم تجبرها في قلمين غدى في طانطان بعده في بوشدور اليوم والشهر القادم والاستنى القادمة في الداخلة تقدر تجبرهم في فنواكشط ولا في الزويلات ولا حتى في الأزوان قبائل ترحالية هل قبائل ترحالية من اللي استقرت في الصحراء بشيوخها بقبيلها بسكانها منذ القادم قبل دخول الاستعمار الإسباري تجمعهم روابط بيعة مع ملوك وصراطين المغرب كين هذا الروابط بيعة وهي اللي حكمت عليها المحكمة العادل الدولية وطالت الحق الحسن الثاني الله يرحمه أنه يعد المسيرة الخضراء واسترجع المسيرة الخضراء بحكم القانون الروابط البيعة والضهائر السلطاني اللي كجمع الشيوخ وقبائل الصحراء بملوك وصراطين المغرب أقوى بكثير من قانون الخرائط الموروطة على الاستعمار البيعة هي عهد والتزام الطاعة لمن يتم توليته بموافق المسلمين ليقوموا بأمورهم الدينية والدينوية أما الاستعمار والقانون الاستعمار والخرائط الموروطة على الاستعمار دخلت بشتبيد الشعوب الإفريقية وتنهر تراواتها وتغتاس بأرضها ونسائها إذن إحنا المغاربة ما كنقبلوش بأي قانون تابع الاستعمار الإسبراني ولا الفرنسي نهائيا هذ بوليزاريو هذي الجزائريين عارفين على أنهم من هازمين عارفين على أنهم مكسوري للعازمة ومكسوري للإرادة لأن الصحراء مغربية رغم عن ألفهم باش باش بهذا روابط بيعة اللي كتجمع القبائل الصحراوية مع سراطين وملوك المغرب علاش إذن هذي الجزائر والبوليزاريو كيشغلوا وخدامين وكيحلموا باش يطيحوا هذي النظام الملاكي المغربي اللي هو مستحيل إحنا ربعين مليون مغربي قد أي حد يتكلم عنه في أي شيء إلا المؤسسة الملاكية اللي هي ضامنة استقرار وأمنة المغاربة والصحراء المغربية اللي هي مقدسة عن الشعب المغربي العظيم هو ما كيحلموا على أنه هذي النظام الملاكي يسقط ويطيح إعلاش هذا مستحيل وإحنا المغاربة عدنا اتقاف النصحار في نفسنا أشكن سواهو نفترضوا على أنه المغرب جمهوريا كما كيتمنى ويحلموا واش يقد أنا ذاك مغربي يخرج ويقول لهم الصحراء مغربية ما يقيدش حينها ذاك مغربية في ظل الحلم ديالهم اللي تحقق له هو أسقاط النظام الملاكي اللي مستحيل إلا قلت لي بأن الصحراء مغربية غايجي عندك جزائري ولو واحد من البوليسان يقول لك الصحراء مغربية باش باش هي مغربية تا مغربي غايجي تقول لي بأنه المغرب والصحراء المغربية وشيوخ وقبائل الصحراء كتجمع روابط بيعمل مع ملوك والسراطين المغرب ما غايجيش لأنه غايجي عند جزائري واحد من البوليسان يقول لكم ثم مشي نظام ملكي ثم جمهورية والملكية طحت في المغرب وهذا روابط اللي كتجمع سراطين ومولوك المغرب مع الشيوخ وقبائل الصحراء ما بقى عندها قيمة والنظام ملكي دي لكم طح هذا هو الحلم ديالهم هذا هو الأمال ديالهم هذا هو اللي كي حلموا به ليل النهار وهذا هو اللي عمروا يتحقق لي لأننا من المغربة كنت نفسوا وكنعيشوا وكنفتاخروا بنظامنا الملكي العريق اللي هو واحد من أقدم الأنظمة الملكية في العالم حيكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم شكرا لكم